السلام عليكم كديري ان شاء الله انتمنى تكونوا باخر والاخير ان شاء الله في احسن الاحوال الحمد لله انا راني جيت للمغرب يعني بزاف هدي بجيت للمغرب وهم اداس ايام كتيرة والحمد لله وصلنا باخر والاخير ورقيت العائلة ديلي كلهم الحمد لله باخر والاخير الله ومالك الحمد ودرت هذا الفيديو من بعد ما دوت هنا صراحة ايام كتيرة في فتازة كنا طالعين لرسل ما وقلت علاش لي ما تشاركش معكم هاد الفيديو نتباش ما نغبرش على اليوتيوب باش نحطو تشاركو معاكم الفيديو زوين صراحة قديعجبكم اتمنى انا وغاديعجبكم فيه الطبيعة انا بعد شخصيا من عشاق الطبيعة في هادك الطبيعة الزوينة البسيطة المريحة قلت نتشاركو معاكم وقبل ما نطلع راس الماء قلت نضربيكم ضرة خفيفة في مدينة تازة شوية في شاوية ديالتازة الرئيسية كيف كتعرفوا مدينة تازة مدينة صغيرة لكن زوينة بزاف ويمكن غير حيث تولفت فيها انا مدينة تازة شوية المهم بالنسبة للرسل ما هو متواجد يعني في جنوب تازة في الجهة الجنوبية هو في الفوق في الجبل الفوق وانتو ما احنا غادين في الطريق وحنا نطلعوا طلوع يعني في الجبل من اللي كنجي ونازلين كنجي وكتجيب نزلة بحلاكة ارسل ما يعني يعني ما نبيع ديال الماء عيون فيها واحد شلالات كتيرة واخا يعني ما بقاش تاكل بذك الكيمية بحلش حال دي كان لما كتير وكانت العيون كتيرة تماما واخاكك يعني ما زل خير وميزة دياله هو ان ذاك الماء بارد عرف صورة بحلاك لما جاب دينهم يعني من شيء من الفريقو يعني كيف كنقوله ماء بارد طبيعي ودك اللي ما صبح الله بارد كي يعطي واحد البرودة لدك المنطقة كاملة والهوى كله بارد ما شاء الله المهمة لما كان رائع البلاسة زوينة بزاف بزاف نصح اي واحد جلال تازى انه يمشي لهذه البلاسة رغا تعجبوه بزاف وخليكم حتنى هيا الفيديو وانا هنا غدي نقول لكم فرجة ممتعة وان شاء الله نتلقى في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة